مال مطلوب من جهات مختلفة علشان نقدر ننشط شوية هذا الامر والسياحة الشتوية وبعدها تبدأ السياحة الصيفية إبريل مايو يونيو في وضع افضل لأنه يا جماعة إحنا شغالين في رقم ما بنعديهوش كتير 12 13 14 15 أنا بقولك إنك في 2010 كنت قربت حتى من الأرقام ديت وتقريبا قربت من نفس الدخل تشرح ليه الجدلية دي يعني؟ المشكلة اللي احنا عندي يعني بعد السنين دي كلها في 2010 جي من 12 مليون 14.7 في الدولارات مليار دولارات دخل السنة دي كانت سنة الفترة 14.9 أعلى من 2013 نظبط فإحنا بن نفس 2010 في واقع الأمر نفس أنفسنا المشكلة اللي يعني بالتأكيد هو في الفترة اللي فات في فترة من أول خمسة وعشرين يا لغاية ده تم الاستخدام السياسي في ليه السياحة؟ من بقبل الدولة الغربية اللي بتعتبر السوق الأساسي التعامل فتم الاستخدام السياسي لأول مرة كأنه وصلت ضغط علينا ده أثر تماما تماما علينا في الفترة دي كلها فإحنا المفروض إن إحنا دلوقتي بدأنا في حالة أفضل إحنا في حالة السياسية أفضل بكتر جدا طبعا استقرار وأمن 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 وكل هذا وبالتالي الفكرة ديت إن إحنا عايزين نبني عليها نبني عليها إزاي؟ نبني عليها إزاي؟ نبني عليها بأن إحنا يعني الميكشن بتاع الأسواق اللي يجب نعمله عندنا الصين دلوقتي عندنا الهند عندنا الدول الأمريكال التالية هل هي الأسواق اللي دايما بنقول إن إحنا ما بنفتحهاش؟ لا 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 مهمة جدا أني بشتغل مع الأسواق دي برضا بشتغل مع الأسواق دي برضا بشتغل مع الأسواق دي ليه؟ الأسواق دي بدأت هي أحساسها بالأمن مختلف عن البعائين في اشتخدام سياسي زيهم وبالتالي بدأ إن هم بدأت نعمل أكسبوه بديل أنا عندي شارع أوروبا ما عادش عندي مشكلة فيه بالتالي بيجيلي منه عنا عدد طبعا مش عدد اللي هي بتجيلي طول السنة لأ ولكن عدد بتجيلي حتى البانية مساء البانية الدولة من الدولة ما أفندم أنا بس أنا عايز أقول حاجة هو الروس والأوكران والأوكران اللي في العالم دي عليا وعلى كل الأسواق السياحية حضرتك أنا ما بنشي في روما في الشارع لا غير كده عدد البشر اللي ماشي قدامي مئات بل ألافات يعني هي دي السياحة بقى وهما اللي ماشي في روما ده رايح يشوف السيفن ستيبس والنفورة والبتاع وأنا عندي الهرم هنا يعني أنا برضو بحس بغيرة شديدة لا هي دي بقى السياحة الناس عما تمشي في بريطانيا أكسفورد في شارع أكسفورد هو في إيه؟ عدد البشر اللي ماشي قدامك ينقط وإنت هنا عندك معبة حد شبسوت والسحل الشمالي والبحر الأحمر طب هو الإنجليزي ده عنده إيه؟ طيب هو اللي سابق إحنا عشان نبتلي نحقق يا فندم الطفرة النوعية اللي حاجة بتكلم فيها دي سواء ترافيك أعداد أو سواء ريفنيو داخل قومي لمصر أنا النهاردة لازم أبتلي النهاردة أستعود النهاردة عندك في عشرين واربعة وعشرين داخل قولونة سويس قالي بنسبة تحوالي من أربعين لستين في المائة تحوالات المصرين في الخارج نفس الموضوع التصدير لحد ما فقد يكون الدخل القومي من السياحة المصرية أستاذ عمر هو الأمل هو الأمل قد يكون هو الدخل يعني لو مش الأول قد يكون التاني السنة دي فأنا شايفي إحنا الدولة مصرية لازم تعتبر السياحة وده فعليا بجد على أرض الواقع لو إحنا فأنا عايزين سياحة وعايزين داخل تعتبر السياحة فندم مشروع قومي للدولة مصرية تتكاتف فيه مشروع فعلي كلمة إنه مشروع زيه زي قناة السويسي طبعا يا فندم مشروع قومي تتكاتف فيه كل الوزارات المعنية والغير معنية بالدولة المصرية في خلال مثلا ولياكن أنا عايز أقول إن خلال السنتين جايين الشغل الشاغري لجمهورية مصر العربية فندم هو قطاع السياحة قطاع السياحة ده لازم يتبوأ المصدر الداخلي لو مش الأول قد يكون التاني وربنا يا رب يكرم بلدنا ويبقى دخل كل التلت مصادر الداخل القومي لها تبقى كلهم دخل أول لما أنا النهاردة لو أنا فضلت كده يعني أنا بصراحة بضم الصوتي للصوت فعلي اللي بيقول إن لازم كل وزارة معنية يكون فيها حد ممثل لوزارة السياحة لأن النهاردة لوزارة السياحة هل تعلم سيادتك؟ لأن النهاردة قطاع الفنادق لما بيجي النهاردة يعمل أي حاجة قد يكون بيشتبك مع حوالي 28 جهة سيادية في الدولة فالنهاردة المستثمر اللي بيجي سواء جاي من بره FDI يعني استثمار مباشر من بره أو حتى مستثمر مصري من هنا داخلي لما يجي يتعامل مع كل الجهات الرسمية أو الجهات السيادية أو كلام ده كله على قد ما هي أحيانا بتبقى معاونة ولكن الروتين اللي احنا بنمر به دايما كمستثمرين قد يكون يعني رجل اللي جاي من بره يعني بيقدم رجله بيأخر رجله طيب أنا النهاردة أبتدي أشوف غيري بيعمل إيه في الاستثمار أنا النهاردة لما جيت النهاردة سيد رئيس الوزراء لما جي أعلن نهاردة رأس الحكمة أخدتها مثلا دورة الأمارات باستثمارات مباشرة حوالي 150 مليار دولار في خلال خمس سنين ده معناه أنه أنا يعني أنا عندي كان استثمار مباشر جاي من بره لمصر في خلال السنتين الفاته كان بحولي 15 مليار دولار ده معناه أنه عشر أضعاف الاستثمار المباشر اللي جي الجمهورية بالكامل جاي ليه في خلال خمس سنين جايين في ضربة واحدة ده معناه أنه أنا النهاردة الترجي بتاعي في رأس الحكمة بس 8 مليون سيحة على 20-29 أنا 8 مليون سيحة في منطقة صغيرة يعني لا يتعدى يعني الرجل في الحتة دي يتقرب من اللي أنت كنت بتعمله في البلد كلها بالضبط يعني أنا فعلا أنا النهاردة 8 مليون سيحة لما يقولي ده الترجي بتاعه عايز أقولك أنه هيتحقق إن شاء الله مش مش هيتحقق في منطقة بس صغيرة زي رأس الحكمة أنا عندي منطقة جديدة إن شاء الله خلاص ليه بتتعارد لوك اللي هي رأس بناس عندي في مرس عالم في جنوب البحر الأحمر لما يبقى فيه عندك رأس جميلة إن شاء الله في شرم الشيخ لما يبقى فيه أكتر من بوينت وكل بوينت من دول الترجي بتاعي 18 مليون سيح لسه عندي بقى مرس عالم لسه عندي شرم لسه عندي القاهرة لسه عندي المتحف المصر الجديد أيوة بس الحقيقة بتتكلم عليه ده لوم تيرم أوي أنا بتكلم على إنه فيه أشياء ممكن لو الدولة تعاونت لو قدت تسهيلات لو عملت إنشاءات لو لو حاجات كتير الأمور تتحرك شوية لو الطيران الرخيص دخلنا أكتر زي ما حالك أستأذنك في دي حالك مثلا نكلمنا على المبادرة اللي ظهرت مثلا هي ظهرت بشكل غريب اللي هو قال لك إيه 40% من دخل شركات السياحة المبادرة اللي هي تمت دي وطلع الترند إن 40% من دخل العملة هيتحول بالمصري لصالح البنك هو الناس طبعا ذكرت الموضوع بصورة مختلفة هو مفروض إن فيه مبادرة المبادرة دي مفروض موجودة للإحلال والتجديد بالنسبة للفنادق أو لإنشاء فنادق جديدة أو لدعم القطاع السياحي طب المبادرة دي اللي أنا بتمنىه طبعا دي دي مبادرة جميلة جدا من وزارة المالية لكن الألية بتاعتها إيه هل المبادرة دي معمولة إنه ياخدها الكبار ولا هي مفروض للفنادق أو الناس اللي عايزة تبني حاجات صغيرة يبقى إحنا متبقاش رأسي تبقى أفقي أتمنى إنه يكون الألية بتاعتها اللي تنزل تكون الألية واضحة اتنين المبادرات اللي تمت قبل كده كلها معظمها بنلاقي مشكلة في تطبيق الألية بتاعتها يبقى لازم الألية تكون واضحة يكون دي نقطة اتنين لو إحنا بنفكر ننشي غرف فندقية مش هنقدر ننشي زي ما قلنا عندنا من 200 إلى 250 ألف غرفة فندقية طب إيه الحل؟ الحل إن إحنا نتجه للشواء الفندقية إنه دبي في عدد غرف أكتر من مصر كلها مظبوط يبقى أحلى يبقى أحلى نعمش على الإمارات نفس الغرف سوري نفس الشواء الفندقية يتم دعمها بالنسبة للمبادرة دي ويكون تحت أمبريلة وزارة سياحة يعني وزارة سياحة اللي تشرف عليها لازم نتجه على الغرف الشواء بيان بيو بتاعه الحاجات اللي تتعلم أنا نهارده 1280 فندق مرخص في جمهورية مصر العربية ولكن الطاقة الفندقية بتاعتهم اللي أنا بيجي أتكلم عليه من أصدر العربية هما الـ 250 ألف غرف فندقية أنا النهارده لسه الشواء الفندقية اللي حديث بتتكلم فيها أنا لازم أبتدي أدخلها جوه المنظومة السياحة